النجمة صباحة طبعا براحب بيكي معايا في فوشيا في البداية اللي جذبني الكلمة التاتوي ايك ايه بحيس ان التاتوي دي يمكن حاجة برايفيت شوية فبراحب نش اتكلم عنها يعني اللي يفهم يفهم او المفهمش يعني مش فرق بس عادة لما بنظهر فيه على ريت كاربت والناس بتصوارك بيبقاهم عندهم فضول يعرفوا ايه دوات مش بتجاوبي عليهم حتى في الكومنتات او لس عندي قطة بس يعني دي يمكن اكتر حاجة مفهوم دي قطتي او حاجات مش بفهم جملة دي اي يعني انا عندي فضولة عرف ايه الجملة دي يعني خليك رحيم رحمة شفت في الاخر برضو جاوبتك عشب ايه صباحة طبعا يمكن النجاحك في الصفارة كان مختلف تماما عن عن اعمال كتيرة حصلت عايز اتكلم على الصفارة والعمل مع احمد امينز من احلى الحاجات لان فرصة مسلسل الصفارة مش سهل نتيجي وفرصة بتبقى يعني مستفزة كده لأي ممثل يعني فكرة المساحة ان انت تقدي اكتر من شخصية ومع ناس محترفة وتبقى متأكد ان الشغلة هيطلع كويس دي فرصة مبجيش كتير فالصفارة يعني كانت من حاجات اللي هي ما تتعوطش الصفارة اللي كامل العدد ووجودك مع دينا الشربيني والشريف سلامة يمكن الدورين ممكن نقول قريبين فروح بس مختلفين كتكنيك تماما شفتي ده ازاي ومين اللي كان الفيدباك جالك اقوى من الجمهور والله يا لسه بقولك بجد اللي اتنين يعني ناس هنا جدا ناس هنا جدا محسيتش بفرق بس يعني اللي اتنين كانوا فرصة بالنسبالي مختلفة يمكن كامل العدد يعني يباني ان هي بنت بايزك قوي بس التفاصيل وقد ايه السكريبت مكتوب كويس وقد ايه استاذ خالد الحلفاوي كان مخرج محسسنا ان احنا في بيتنا يعني مش حاسة ان انا نازل اصور مسلسل هل السؤال ده ينفع سأله ولا امكان بعد نجاحك في مواراة الطبيعة حاسين ايه سماحة يمكن اه كانت موجودة بس ما ما ترقعتش الترقعة دي غير السنة دي هل ده تقييمي صح ولا لا اه ده حقيقي انا مؤمنة وجراند اوتيل انا ابتديت جراند اوتيل مثلا اه كل حاجة ليها وقتها وانا ببقى مبسوطة وببقى سايبها لربنا وهو كل حد بيكتاي دي ممكن انا ما كنتش اه فاهمة كفية او اه يمكن المجهود كان اقل فكل ما بتتعب اكتر كل ما بتفهم الشغلان اكتر كل ما بتعمل اه مجهود اكبر بتلاقي نتيجة بتستعجلي يعني فكرة الاستعجال يمكن بنشوف ناجمات كتير ونجوم في السنة ده وعايزين يوصلوا للا يعني سقف الشغلان ازا ما بيقولوا انا ما يهمنيش سقف الشغلان على قد ما يهمني ان انا بعمل حاجات انا مبسوطة بيها فالناس هتتبسط بيها اكيد هديك ده وجودك فعيلة فنية برضو يمكن انتي عندك حمايتك وجوزك واخت جوزك يعني لا ما هديك شوية ما هديك كنجاح يمكن الشغف بس يعني هم اكتر ناس سبورتف واكتر ناس باخد رأيهم في اي حاجة سباعي بصراحة يعني هم يعني مش بس فكرة ان هو جوزي بس هو اكتر بني ادم سبورتف وحماتي ونودي يعني استاذا نهد فريد شوقي ونهد السباعي وحتى عيلتي يعني امي واختي واخوية يعني انا الحمد لله محظوظة ان انا في العيلة كل الناس عايزة تساكورتني مؤمنة جدا باللي انا بعمله بتحمسني جدا على اي حاجة جاية فانا محظوظة بيهم بجد بتشوفي يعني توجدك يعني نجاحك طبعا انتي موجودة من قبل كرة بس فكرة انتي وجودي في عيلة فيها منتجة مهمة زي نهد فريد شوقي وناهد السباعي وجوزك محمد السباعي بتشوفي ممكن ناس اختلط عليها الامر يقولوا الجزء مثلا يعني اوقات ممكن يكون لك ادوار ترشيحات منهم بس ده شيء يشرفني لو حصل بس هو ما حصلش لان استاذا ناهد فريد شوقي من اكتر الناس يعني تديني نصيحة في ظهري دايما بس مش عمر ما حد فينا بيرفع سماعة التليفون لحد يعني انه هو يجيب له فرصة حاجة بس هم طول الوقت في ظهري وحتى لو ده حصل يعني دي امي يعني ممكن نقول كيرا لاي الصبح منشطة في الصحافة ايا سماحها مش بتعتمد على الوسطة الفنية خالص وإلى ما كنتش ياخد الوقت ده كله عايزك كمان نتكلم على العلاقة اللي بينكم وبين محمد العلاقة بينكم محمد كان على السوشيال ميديا يعني انتو بتخاف من الحسد ولا لا او انتي كاية اه اه جدا بس برضو يعني بحس ان انا شواء في حياتي على ده بحيب شديله حاجم كبير يعني فكرة الحسد لان لو ركزتله ههرمي كل حاجات كنت ركزتي وحصل اه لما بركز بيحصل يبقى اخر موقع لا يعني عادي ممكن تبقى اخناق عادية انزل صورة فامامي تقولي شفت عشان نزلت صورة بس انا ما بخدهش كده خالص اريد انتكلم عن اعمالك الجديدة الفترة الجاية او اولنا ايه عندي مسلسلين ان شاء الله واحد اسمه حدثة بفعل والتاني اسمه باب العمارة متحمسة ليهم جدا هم شخصيتين مختلفين خالص عن بعض باب العمارة معي حيتم صلاح وحدثة بالفعل معي شاهين شاهين الراپر متحمسة ليهم جدا طبعا نورتينا النهاردة الفورش هاية وان شاء الله نقابلك في نجاحات كتيرة قوي 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 شكرا